أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالاهتمام الكبير الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين منذ بداية ظهور جائحة كورونا حيث وضع جلالته أيده الله صحة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة لحماية الإنسان والاقتصاد الوطني من هذه الجائحة لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي وأكسب مملكة البحرين السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية بفضل هذه التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يقوم به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا كوفيد 19 في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس جاء ذلك بمناسبة مرور عام على انطلاق الحملة الوطنية في النخير خلال اعتماد سموه إنشاء مختبر ومركز أبحاث في النخير للأمراض المعدية ولوبائيات بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار من مجموع تبرعات حملة في النخير والتي بلغت أكثر من ثمانية وثلاثين مليون دينار مؤكدا سموه أن حملة في النخير تواصل جهودها وتسير وفق أهداف وبرامج محددة بكل نجاح وتميز وأشهد سموه بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظير الذي أبداه أهل البحرين الكرام مع الحملة الوطنية في النخير وتقديره للمساهمات القيمة من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات والجمعيات والمقيمين والأفراد الذين لبوا نداء الوطن في تقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية والتي عكست ما يتميز به المجتمع البحريني الأصيل من قيم النبيلة في الخير والبذل والعطاء والتكافل والترابط والتلاحم ممكنت البحرين من تخطي الكثير من التحديات اشتركوا في القناة